استضافت وزارة الداخلية المؤتمر الثامن لمسؤولي حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية والذي ناقش على مدى جلساته سبلات عزيز العمل العربي الأمني في مجال حقوق الإنسان واجاء نعقاد المؤتمر بمصر تقديرا لدورها الريادي في مجال العمل الأمني الذي يراعي الأبعاد الإنسانية مشاركة واسعة من الوفود العربية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الداخلية العربية المنعقد بالقاهرة والذي سبقه عدد من ورش العمل التحضيرية حول تجارب الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان ومقترحات حول تفعيل دور المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام في مجال حقوق الإنسان كما عقدت على هامش المؤتمر ورشة عمل مشترقة مع الوكالات الأوروبية لحرس الحدود والسواحل فورونتيكس حول احترام حقوق الإنسان في المنافذ الحدودية we are a look at the location and it's perfect. The facilities have been perfect for such a conference. I think it also sends a very good message to hold this conference in coordination with the police academy of Egypt لذلك يظهر أن المسطنا المعرفة والدكسي من المهم في صغير من المتحدة في الناس والدكسيين بالطبع هذا يدرسيه لدكسي الأماكن المعرفة مثل المسطنا المعرفة لكن المثال بأنها تشغل في كيرو أعتقد أنه ممتاز ممتازة أيضاً لتعاقات إيو وإيجيبت على ممتازة أهمية مثل حقوق الإنسان ولكن أيضاً ممتازة هذه الجلسات التحضيرية أثمرت عن رؤى ومقترحات تم بلورتها ومناقشتها خلال انعقاد المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزرات الداخلية العربية والذي شهد مشاركة عدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وتناول آليات تفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان حيث أشهد المشاركون بدقة تنظيم المؤتمر وبالخطوات الواسعة التي قطعتها مصر في مجال احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني مصر من اهتمامها في مجال حقوق الإنسان شرفتنا بأن استضافة هذا المؤتمر أيضا تفضلت بأن تجعل هناك منح في عملية حقوق الإنسان وأيضا عملية قيام بأعمال تدريبية في مجال حقوق الإنسان هذه المجال المتحدة تتكلمون لأمbildه إليش حقوق إليش حقوق الإنسان مايج الحقوق الإنسان عن حيات الإنسان وحيطانا سوف نشعر السفر على عز وجل حيابهم كذلك؟ لدينا حصل على التعامل مع الغداء الإنسان في نهاية إبطة ومشارفنا في اناس نفس التاريخ التي تشكلها تطورين للمتقالين على المتدرسين وتمجل الأنسان بخطارات متعمالية عن التقالية تضمن المؤتمر مناقشة الممارسات الفضلة والبرامج التدريبية والتثقفية المختلفة التي تقوم بها وزراء الداخلية العرب في مجال حقوق الإنسان فاستعرضت بعض الدول العربية هذه الأمشطة المختلفة وتبادلت الخبرات في هذا المجال وكانت تجارب مهمة وقيمة وقد ثمن المؤتمر في توصيته الختامية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل والأساليب الحديثة في التعامل مع النزلاء مع دعوة الدول الأعضاء للاستفادة منها التجربة المصرية تجربة رائدة أنا أعتبرها تجربة عالمية تجربة عربية مثلها يجب أن يقتدى ويجب أن تقيم هذه التجربة ولأن تحكس الرغبة الحقيقية للدولة المصرية في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير الدولية التجربة المصرية في إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل كانت محطة اهتمام وإشادة المشاركين في المؤتمر مع الرغبة في مشاهدتها ميدانياً وهو ما حرصت عليه وزارة الداخلية من خلال تنظيم زيارة ميدانية للمشاركين لمركز الإصلاح والتأهيل ودي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الفريدة التي استطاعت مصر من خلالها أن تحقق نقلة نوعية في منظومة السياسة العقابية الحديثة بما يرعي المعايير الدولية لحقوق الإنسان فالنزلاء يتم إعدادهم للاندماج في المجتمع وفقاً لبرامج إصلاحية مميزة كما يتم توفير رعاية صحية فائقة للمزلاء من خلال المركز الطبي الموجود به وتجهيزاته التقانية العالية أعتقد هذه خطوة جداً رائعة مميزة وتبين مدى حرص الحكومة المصرية وزارة الداخلية في مصر على حقوق هؤلاء النزلاء وتقديم كل الخدمات دولة تحترم أفرادها بمختلف الوضعية تنتاحم سواء خارج السجن ولا داخل السجن ودولة تحب تصلح أبناها داخل السجن وترجح مواطنين ينجموا ويندمجوا في الدورة الاقتصادية والاجتماعية هذه تجربة رائعة جداً طلعنا على تجربة فريدة من نوعها وهذه التجربة إن شاء الله تكون عامة على كل دول العربية وقد حرصت الوفود على تدوين ملاحظاتهم عن مركز الإصلاح والتأهيل ودنطرون وهو ما يعكس حرصهم على نقل تلك التجربة المتقدمة والاستفادة منها في الإصلاح والتأهيل إلى بلدانهم وفقاً لما أكدوه وهو ما يعكس رؤية المصرية الواضحة والناجحة فيما يتعلق بحق الإنسان وفقاً لما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما تم تنظيم على هامش المؤتمر زيارة ميدانية للمشاركين لأكاديمية الشرطة شاهدوا خلالها مرافقها المتنوعة وكياناتها التعليمية والتدريبية وتعرفوا خلالها على إسهاماتها الفعالة في العمل الأمني من خلال إعداد الكوادر الأمنية على المستوين المحلي والدولي وفقاً لأعلى النظم التدريبية الحديثة مع التأكيد على القوانب الإنسانية في العمل الأمني حقيقة شيء يثلج الصدر شيء يفرح بأن في مثل هذه المؤسسة الأمنية نجد هذا التنظيم الجميل المباني والمشبهات والتدريب العالي المستوى في مجال حفظ الأمن بالإضافة لذلك أن هناك كثير من المواد المتعلقة بحقوق الإنسان والتشريعات تضمن ضمن هذه المناهج وهذا الحقيقة شيء نفخر به هكذا يتم ترصيخ حقوق الإنسان من خلال المناهج الدراسية داخل أكاديمية الشرطة والتي احتضنت المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزرات الداخلية العربية وجاء انعقاده بمصر تقديراً لدور مصر الريادي في ترصيخ العمل الأمني بمفهومه الإنساني ترجمة نانسي قنقر